عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل لمؤتمر صحفيا حول آخر مستجدات تصويت المصريين في الخارج وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية الزميل أحمد الحسيني مراسل التليفزيون المصري أحمد صباح الخير وبعد التحية شاهدنا منذ قليل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع القنصليات والسفارات الخارجية يعني علمنا بأن نيوزيلندا انتهت من التصويت وهي الآن في مرحلة الفرز يعني صف لمراقبة ومتابعة غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات لدقة ونزاهة عملية الفرز نعم مدينة صباح الخير بالفعل نحن هنا في غرفة العمليات المركزية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات ومراقبة للإشراف والمتابعة ومراقبة عملية التصويت التي تجرى على مدار الساعة للمصريين بالخارج منذ قليل عقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمره الصحفي الأول في هذا اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية تحدث مع عدد من السفراء وأكد أنه لم تكن هناك أي عوائق أو لم تكن هناك أي مشكلات فنية تعوق العملية الانتخابية كلال اليومين الماضيين وكذلك في اليوم الثالث بالفعل كما ذكرت دينا نيوزلندا انتهت من التصويت لأن هناك فرق توقيت يصل إلى 11 ساعة بين نيوزلندا والقاهرة وبالتالي كانت نيوزلندا قد بدأت التصويت في اليوم الثالث والأخير لها في الساعة العشرة مساء أمس بتوقيت القاهرة وقد انتهت بالفعل وأكد المستشار أحمد بن داري أنه سوف يتم عمليات الفرز في كل لجنة أو في كل سفارة وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوطة فقط بإعلان عدد الأصوات أو المشاركين أو أي ما يخص لنتائج العملية الانتخابية أكد جذلك المستشار أحمد بن داري أنه حتى الآن وصلت عدد اللجان التي تم فتحها في اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية إلى 104 لجان على مستوى العالم يتبقى نحو 33 لجنة من المقرر أن تفتح أبوابها أمام الناقبين المصريين في الخارج سواء المقيمين أو الزائرين خلال الساعة القادمة من المعلوم أيضا أن لوس أنجلوس هي آخر لجنة أو آخر سفارة يتم فتح أبوابها للناقبين وذلك بسبب طبعا فرق التوقيت من المقرر أن تبدأ لوس أنجلوس في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وسوف يكون التوقيت عندها في لوس أنجلوس التاسعة صباحا بتوقيت لوس أنجلوس والولايات المتحدة وبالتالي نحن نتحدث عن ضقة وشفافية كبيرة من خلال هذه الشاشات التي مزودة هنا في غرفة العمليات المركزية هذه الشاشات التي تبين ونحن على الهواء مباشرة عملية التصويت للمصريين سواء في السفارة في أبوظبي وهناك قبال كبير من الناخبين رغم أن النهاردة يوم عمل يوم الأحد وكذلك في الدوحة وفي مسقطه في عدد من العواصم العربية والقليجية وكذلك اليوم يعتبر يوم أجازة رسمية في بعض الدول الغربية والعواصم الأوروبية مثل لندن وروما وميلانو أيضا وبالتالي يتحدث السفراء عن إقبال كبير من المواطنين خلال عمليات التصويت في اليوم الثالث والأخير ورغم ذلك أكد عدد من السفراء أنه رغم أن اليومين الماضيين في بعض العواصم الغربية والأوروبية كانت أيام عمل ولم تكن أجازة رسمية أو عطلة رسمية ولكن كان هناك إقبال ملحوظ أيضا من السادة المواطنين الذين كانوا يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابة الرئاسية وممارسة حقهم الانتخابي في انتخابات مصر 2024 وبالتالي نحن نتحدث عن سلاسة ويسر كبير جدا في العملية الانتخابية تجرى في المصريين بالخارج ويتابحها أو تتابحها غرفة العمليات المركزية هنا في ألحاء الوطن الانتخابات بالقاهرة على مدار الساعة من المقرر أن يكون هناك مؤتمر الصحفية لاحقة للحديث عن أي جديد يطلع عليه المستشار أحمد بنداري نتابعها معكم لحظة بلحظة نعم أشكرك جزيل شكرا زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري وسنعود إليك لاحقا